يعون ما سألنا الله عز وجل أن يرزقنا الإسلام فهذه نعمة من الله عز وجل فالواجب الحفاظ عليها وشكر هذه النعمة أشعر أن وصية إبراهيم عليه السلام كأنها تدول في هذا الفلك وهذا المحور أنه يا بني أن الله عز وجل اصطفى لكم الدين فإياكم أن تكفروا أو تشركوا أو تكفروا هذه النعمة ما شاء الله عليك عز وجل أزاك الله خير سباق عندي شيء بقوله بس كذا تبعا لما سبق وربطا لين عندي تأمل طريقة القرآن في عرض هذه الأسرة المباركة من هي؟ بيت الخليل ما سمي ببيت الخليلة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت البيت من سورة يهود عز وجل صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام والأم سارة هاجر سارة أو هاجر وحدها في مكة وسارة معهم في الأرض التي باركنا حولها أو باركنا فيها وإسحاق أو إسماعيل وإسحاق ويعقوب ثم يعقوب هذه الأسرة صحيح أم لا؟ متفرقين أو مجتبعين متفرقين أو مجتبعين كم عددهم؟ ستة ستة طيب ذكر الله عنهم أحوال ثم جاء من نسل هذا من أشهر من جاء من هذا النسل يوسف عليه الصلاة والسلام ما هو الكريم ابن الكريم ابن كريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق ابن عقوب ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر الله عنه كلاماً طويلاً ويعقوب عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنه أيضاً كلاماً لا بأس به كثيراً بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني ذكرنا يعني تفصيلا هو الحفيد يوسف عليه الصلاة والسلام ثم يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم يسحق واضح غير بقية الأحفاد من بني إسرائيل ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين هنا أعود وإياكم إلى الوصية البيتية إذا ممكن نسميها أو الوصية المعنوية كثير من الناس ينصرفوا باله لما نقول أوصي أو وصي وصي بالمادة بالمحسوسات رأوا المزرعة انتبوا الأرض الفلانية ترى سلفت فلان ترى فلان علي هذه كلها وصايا شرعية مقبولة لكن خير من هذه الوصايا جميعا تقوى الله هي الوصية المعنوية الوصية المعنوية وهي الوصية بما يبقى مثل أن يقول لهم يا جماعة ترابطوا يا فلان فلان من الأخوان والأخوات امسحوا ما بينكم كونوا يداً واحدة سبحان الله أذكر حضرت مع أخوالي وخالاتي وصية كتبها جدي لأمي رحمة الله عليه واسمه يوسف رحمة الله عليه ومجمعين كتب إليهم رسالة يعني يوصيهم فيها بالاجتماع عدم التفرق ويتذكرون ويتذاكرون هذه العبارات التي كتبها كتبها للابن الأكبر ولمن كان معهم من إخوانه الذكور وقتها ويوصيهم جميعا بمثل هذا هذه وصية مباركة فكيف لو كانت مربوطة بالتحمس والثبات على دين الله ورح نرى أثرها بعد قليل في بقية الأسرة إلى يوسف عليه الصلاة والسلام يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسحاق إسحاق ويعقوب نرى أثرها في يعقوب الذي هو يعني الجيل السالف ثم نرىها في الجيل أراضي والله ما ذكر لنا إياها في الجيل الثاني في إسباعيل ولا في إسحاق ما يدل على أنهم حملوها لأبنائه وحملوها ربما بالإحفاده وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حضر حفيده معه لأن الآية تقول ووصى بها إبراهيم بنيه قال بنيه مع أنهما ويدخل هنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب أو بني إثنان يعني جمع الإثنان ممكن يكون جمع على الصحيح من أقوال أهل العلم في أن الإثنين جمع يعني جمع يعني ممكن ينادى بصغة الجمع وجمعهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم طيب هل الجمع هذا متفرقين؟ يعني مثلا هل تقى إسماعيل وإسحاق سويا؟ لأن هذا من بلد وهذا من بلد وهو في آخر العمر لا ندري لكن الآية تدل أنه وصاهم متفرقين أو فلوص الأب أبناءهم متفرقين وصاهم كل واحد يعتبر وصية أو لا؟ ولو وصاهم مجتمعين فالله أعلم هل اجتمعوا على رأي أستاذ محمد هذا رأيه سابقا أنه جمعهم أو يكونوا متفرقين قال الله تعالى ويعقوب يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام وصى بذلك من؟ وهذه قراءة القراءة المتواترة المشكورة بالرفع هناك قراءة غير متواترة وهي قراءة علي بن أبي طالب رضا عنه في قول الله تعالى ويعقوب يعني ووصى بها إبراهيم بنيه يعقوب يعني يعقوب أحد الموصين موصين يعني بقى موصين يعني من يوصى بذلك فعلى هذه القراءة وإن كانت غير متواترة وغير عشرية فإنها أيضا قد تفيد في التفسير هنا معنا أنه حضر عليه الصلاة والسلام حضر ذلك وهذا يدل على أنه عمر يعقوب عليه الصلاة والسلام جميعا ويعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا ورث هذا فيما بعد كما سأتي وورثها منه يوسف عليه الصلاة والسلام اسمع إلى وصية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا بنيه يا الله في آخر حياتي ما يزال على اللطف والأدب والاحترام الأبناء يا إيش يا بنيه ويعقوب عليه الصلاة والسلام وورث هذا عن أبيه قلنا قال مرتين لأبنائه يا بنيه يا بنيه وقال لابنه يوسف عليه الصلاة والسلام يا بنيه لا تقصص رأيك على إخواتك واضح؟ قال يا بنيه مرتين قال يا بنيه واضح؟ فهي ذرية بعضها من بعض إذن هذا أثر التربية ورث ورث الحقيقين ما هو الأثر يا شيخ نعكس حتى الآن على الأمثلة اللي ذكرتها البيوت ليش بيت يطلع ما شاء الله كلهم على مثلا أخلاق يعني في الغالب أخلاق وأدب معين ينعكس على التربية نعم لكن حتى لو كانت التربية جيدة قد يبتل الأب والأم بمواقف أكيد فلا يقول لإنسان الله هذا كان من تقصير الأبوين فإن عقوب عليه الصلاة والسلام ما قصر في تربية يا ابنائي عليه الصلاة والسلام ولكن كان عشرة منهم يعني قاموا بجريمة ثم تابوا تابوا متى متى تابوا بعد سنة وابن نبي يا الله نستغفر لنا ذنوبنا وابن نبي يا ساوي إلى جبر يعصمني يعني فذلك يعني تقصير أرجوكم يا أخواني يا أخواتي يعني نحن لابد أن نشيل من رأسنا شيء مهم وهو أنه إذا رأينا ذرية مقصرة لا يعني ذلك أن التربية مقصرة فيه فقط ربما هذا هذا من الابتلاء ولا يعني أن لا يوجد تقصير فكلنا خطاء لكن لا تتهموا الناس بمشكل ذلك لأنه قد يكونوا بذل ما عندهم لكنه ابتلاء من الله وقد يصلحهم الله في آخر المطاف فضل بعض الناس بعض الأمهات إذا رب العيالة وطلع الولد في إنتداز الملكات دو معصية مايك خطائق والله مايك والطليل أنت عندك مشكلة في المايك فضل أيوه دقيقة فبعض الأمهات والأباء إذا طلع بلدهم مشقية وعاصية حاجة زي كده تلاقيه يقول يا ربي أنا إيش سويت فأبوه يا أمي فأعتقد برضو مشرط أن يكون هو عاصي فأبو أمه نعم نعم يعني الأفضل في مذل هذه الحالة أن الإنسان يتهم نفسه أولا في ذنوبه وتقصيره وخطأه وخطأ له يعني ولكن أيضا يرى أن هذا نوع يرى أن هذا نوع من من الابتلاع بارك الله فيك بعض الناس يقول هذا شوف شيخه وولده كيف شوف مدريش فهذه من كيف نهما كان والعكس والعكس قد يكونوا مفسدا فإن عكلمة ابن أبي جهل صح رضي الله تعالى عنه وارضا كان أبوه قمة المفسدين في الأرض في الجاهل صح أو لا طيب وهكذا يعني إلى آخر طيب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وتمسلون يعني يعرج الأستاذ محمد بما يكفيني أنه قدم عليه الصلاة والسلام بعد النداء اللطيف يا بني وهذا يا ليت الأباء ينادون به عيالهم وذريتهم إن الله اصطفى لكم الدين فيستحبوا لمثل الأباء والأمهات أن يوصوا في حياتهم قبل مماتهم بوصية جامعة وليس بعدة وصايا ينسي آخرها أو أولها أو أوسطها آخرها إنما وصية اضر إلى الوصية هذه مقدمة يا بني أولا النداء اللطيف ثم إن الله اصطفى لكم الدين هذه مقدمة نعمة الله عليهم ثانية ما هي الوصية يسيرة لا تنسى ما هي ما هي كذا وكذا وكذا إن ما هي إيش فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين يعني ابقوا على الإسلام أنتم ولدتم في الإسلام لم تروا مثل ما رأى عليه الصلاة والسلام عاش خرج عليه الصلاة والسلام من بيت صانع الأصنام عليه الصلاة والسلام فيقول لهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان الله هذه الوصية لمن عاش في بلاد الكفر أو يرى الكفر أو الوثنية يعني يتمثل مثل هذا لكن من يعيش في بلاد الإسلام لا يكاد يؤثر بمثل هذا ثم وص بذلك عليه الصلاة والسلام يعقوب عليه الصلاة والسلام وابنائه أم كنت بشهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لي بنيه ما تعبدون بعد بطريقة أخرى بطريقة أخرى سؤال لكنه لا يدخل معنا هنا ثم قال يعني لهم بعد ما قالوا قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون أيضا في قصة الجيل الرابع وهو سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال في آخر قصته قال توفني مسلمان وألحقني بالصالحين أخذ توفني مسلم من وصية جده الأول وأكيد جده إسحاق التي ما ذكر الله وأبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام فقال وقال وألحقني بالصالحين سأتي معنا في أدعية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا بنفس الدعا أنه ألحقني بالصالحين فأخذ من الجد الأكبر الذي لم يدركه لم يدركه أخذ ذلك ما يدل والله أعلم أن هذا التراث وهذا الآداب والسلوك تتناقل هذه برضو وهنا برضو طبعا طبعا نحن لا ندر عن هذه البيوت لكن كلام صحيح كلام أساد محمد أنا لا وجامل أقول الحقيقة ما أدركنا ذلك لكن نتوقع نتوقع عن ذلك يعني ما يتكرر ويتناقل ليس هو بمجرد الكلام إنما هي وراثة حقيقية والله أعلم في ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا طيب وغدا إن شاء الله بكرة عندنا دعوة إبراهيم أو دعاء لإبراهيم الواجب مختلف وهو أكثر شخصية دعت في القرآن أكثر شخصية بإطلاق هو أكثر شخصية دعت في القرآن مع أنه هو الشخصية الثانية لأنه يفروض أنه يكون أقل من سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم هو أكثر من دعاء في القرآن طيب الواجب الواجب ما هو الواجب أننا نريد من كل فريق ثلاثة نخفض أو نزويد يعني خمسة طيب قلتك أكم كل واحد في الفريق كم واحد ستة خمسة ستة خمسة هلأ صلى ستة خمسة ستة بنفس العدل كل واحد يجيب دعوة حلو حلو واجب واجب يعني جماعي وفردي يعني دعوات إبراهيم عليه السلام منتشرة في القرآن وبعضها في معنى الدعاء انتبهوا بعضها دعاء صريح وبعضها في معنى الدعاء